بتستمر حرب الإرادات قد يراها البعض أنها حرب الإرادة ما بين بوتن وزيلانسكي إلا أنه الواقع مش كده على الإطلاق أي حد هيبقى شايف أنه حرب الإرادات هي ما بين بوتن وموسكو من جهة وتحالف الناتو بكامله من جهة أخرى قد يكون البعض شايف أنه هو وقوف من موسكو أمام واشنطن أو العكس إلا أنه الواقع بيقول تبقى للمعلومات المنشورة المعلنة من الكل فإن الناتو يقف في وجه موسكو تعالوا نشوف مع بعض على الخريطة إيه اللي بيحصل بالزبط بص يا سيدي طبعا حضرتك سمعت مجموعة من المصطلحات الكتير متعلقة بالمدن والأقاليم وما إلى ذلك في هذه الجهة هنا في الحطة البيضة دي هي روسيا روسيا الاتحادية جميل اللي انت شايفه قدامك ده هو أوكراني يعني كل دي المدن والمقاطعات الأوكرانية المختلفة هنا الإقليم الشرقي الأوكراني الإقليم الشرقي الأوكراني اللي هو عليه المشكلة أو اللي حصل فيه نقطة التماس اللي هو إقليم الدونباسك حصل أنه النزاع اللي جرى ما بين البلدين سواء إذا كانت روسيا الاتحادية أو أوكرانيا أدى إلى المزيد من النزاعات بدأت سنة 1991 واستمرت حتى اللحظة الرهينة اللي احنا بنتكلم فيها حتى هذه اللحظة وبالفعل حصل أكتر من مرة تقدر تقول صراع على هذه المنطقة الحدودية اللي هي بالمناسبة غنية بالفحم الحجري أو غنية بالموارد الطبيعية اللي هو القسم ده واللي منها الجمهوريتين الجداد دول الجمهوريتين الجداد اللي تم الاعتراف بيهم مؤخرا من طرف واحد ألا وهو الطرف الروسي موسكو اعترفت بالجمهوريتين دول دي ودي ولو تتذكر الكلمة الشهيرة اللي ألقاها فلاديمير بوتن الأسبوع اللي فات واللي قال ان احنا بنعترف أنا بعترف باستقلالية الجمهوريتين الجديدتين على الحدود الأوكرانية مع روسيا الاتحادية وأدعو المجلس الاتحادي للاعتراف بهذه الدول بالقطع ده أدى إلى المزيد من الالتهاب في العلاقة ما بين أو التوتر في العلاقة ما بين الدولتين بس تعال أخذك لورا برضو حبتين ودي حاجة مهمة جدا ايه هي زي ما قلت لك أن التوتر سواء إذا كان توتر حدودي في المنطقة دي أو التوتر العسكري في المنطقة دي أدى إلى أكتر من مشكلة مشكلة زي ما بقولك بدأت ساعة 91 مشكلة كبرى كان حلها أن نتعامل معاهدة منسك سنة 2015 أو بروتوكول منسك 2 سنة 2015 واللي كان من المفترض بموجبه أن هذه المنطقة بعمق من أول هنا لحد 50 كيلو متر تكون منطقة منزوعة السلاح وقال لا يدور فيها أي سراع عسكري على الإطلاق من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظر موسكو فإن أوكرانيا هي لم تتعهد ببروتوكول منسك 2015 أو منسك 2 سميها زي ما تسميه مش دي المسألة دلوقتي لهو منسك 2015 لم تلتزموا أنها خخدت القرار بأنها تتعدى على هذه المنطقة اللي ممكن توصفها بالبوفر زون أي منطقة عزلة طبعا إحنا بنتذكر كويس جدا أنه هذا الصراع استمر حتى طال هذه المنطقة الجنوبية أنا مش شايف هي فين فين كرميا أرجع على بس الظهري كده كرميا مش باينة على الخريطة هنا لا لا هنا دي أوداس لا إحنا بنتكلم على آه كرميا أهي عندي إيدي بالزبط وهنا حصل الاستقلال بتاع شبه جزيرة كرميا أو شبه جزيرة القرم وتم التصويت الداخلي أو الاستفتاء الداخلي على الاستقلال ومن ثم شكل من أشكال التبعية أيضا لروسيا الاتحادية وبالقطع ده أجد للمزيد من التوتر ما بين البلدين جدير بالذكر أنه خلال هذه المدة من 91 وحتى هذه اللحظة أوكرانيا دائما تلوح بضرورة الانضمام إلى حلف الناتو حلف الناتو يضم 30 دولة أغلبهم من دول الاتحاد الأوروبي زائد طبعا أولوات المتحدة الأمريكية زائد بعض الدول من منطقة الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى إذا حبيت أنك توصفها بذلك تبقى للتسميات الحديثة في مراكز الأبحاث الأمريكية الشرق الأدنى ده أحدث حاجة بيستخدموها دلوقتي أوكرانيا قالت إحنا مستعدين للانضمام الناتو هو كمان أبدأ ترحيبه بالانضمام الأوكراني وطالما قالوا إحنا عايزين أوكراني أكتر من مرة كان الرئيس الروسي فلاديمار بوتين يحذر من هذا الانضمام الأوكراني إلى حلف الناتو وكان بيوصف ده طول الوقت بأنه تهديد مباشر للمصالح الروسية في المنطقة زائد أنه تهديد مباشر للأمن القومي لروسيا ليه بيقول هذا الكلام؟ لأنه في هذه الحال المناطق اللي انت شايفها زي من عند أوداسة على سبيل المثال أو مناطق زي دونسك ولوهانسك هيقدر يتحط فيها قطع وقليات عسكرية تابعة لحلف الناتو وبالتالي تصبح على الحدود مع روسيا الاتحادية مما تعتبره تهديد لها المنطقة اللي هنا دي اللي هي بحر أزوف أيضا كانت من المناطق اللي من الممكن أن تحط فيها قطع بحرية تابعة لحلف الناتو ومن ثم تعتبر تهديدا للوجود أو تهديد للأمن القومي الروسي من جهة أخرى ركز في أنه بحر أزوف ده هو الذي يخرج من روسيا أو بالأدق يخرج بروسيا من هذه المنطقة إلى البحر الأسود أي إلى المياه الدافئة كما يطلق عليها دائما سياسيا